السلام عليكم أصدقائي حياكم الله في مهارة ومعلومة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم معكم أخوكم محمد زتاوي بدايةً فضلاً وليس أمراً أرجو منكم دعم القناة من خلال الاشتراك والضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد اليوم إن شاء الله حنتعرف على أداة جديدة وخدمة جديدة بتتري العملية التدريسية أونلاين بتتري الإجتماعات بتتري المقابلات عن بعد تقريباً قريباً من موضوع الحلقة السابقة اللي كانت Padlet فاليوم راح نتعلم على إيش جديد ونتعرف على إيش جديد اسمه Pull Everywhere حتى نصل لهاي السيرفيس بنروح على الجوجل بنكتب Pull Everywhere طبعاً هاي يعني خلينا نحكي For Interactive Lessons يعني لحصص وكلاسات يعني فعالة فبكبس على أول رابط بعد ما أكتب Pull Everywhere بتيجي عندي الشاشة الرئيسية في عندي Two Options الأول إن يكون عندك حساب بتعمل login مباشرة أو sign up إذا بدك تسجل free من جديد خلينا أوريكم يعني overview عن عملية التسجيل في عندك خيارين كParticipant ما عليها شغلة كتير في عندك خيار كPresenter إنك تكون hostless session الجلسي أو أستاذ فإحنا منروح مع هذا الخيار بتسجل اسمك الأول الأخير email password بتوافق على الأجريمنت و sign up بكل بساطة أنا رح أرجع لورا حتى أوريكم إني أنا أريدي داخل وأوريكم وين رح يدخلك بعد ما تعمل sign up فأنا عندي هون login هاي next هاي عندي login ودخلني على الشاشة الرئيسية لل Pull Everywhere الآن أنا المفروض فيه أعمل Pull فيها مجموعة أسئلة اللي حابب أشاركها مع طلابي اللي موجدين الآن على فرض على الزوم أو المايكروسوفت تيمز أو الجوجل ميت إلى آخره وبعدين أجيبهم هون على أساس يشتغلوا معي وصير في activity في الكلاس بدل ما يكون الوضع boring ممل فبكل بساطة أنا لازم أعمل create أنشئ الأكتيفتي اللي بدي أعملها فالأكتيفتي تمثل من خلال أسئلة هون عندك أنت أنواع الأسئلة كلها يقتها وفيه هون مور كتير أسئلة يعني يعني قد ما بدك فيه فأنا مثلا بدي أروح بأول سؤال اللي هو multiple choice واجه أقول مثلا for example يعني BMW هاي سيارة مثلا ألمانية جيرمان مثلا إتالي عفوا إتالي ممكن أزيد كمان خيارات مثل add option ممكن أقول china ممكن أجي أحكي جابان طيب أنا هون حطيت السؤال على شكل مثلا بمدم اليو إز from مثلا يعني أو ممكن أعمل صورة بدل كتابة يعني أحكي صورة بترمز لكذا ممكن بدل ما أكتب جيرماني إتالي تشاينا جابان أضيف الأعلام الدول من هون كصورة يعني أضيفهم ممكن أشطب من هون السؤال ممكن أعمل drag and drop وعمل rearrange للخيارات إلى آخرهم فأنا هون عندي يا جماعة عملت السؤال تمام أنا هون عملت السؤال ورح أجي أعمل create رح أجي أعمل create طيب هذا السؤال عندي الشغل اللي بتكم تعرفوها هو جمالية pull everywhere أنه في عنده خيارين أنا ممكن أبعث هذا الرابط يا جماعة ويشطل على تليفونات للشباب اللي smart phone اللي معظمهم smart phone طيب أفرض يا جماعة أنه واحد ما عندهش smart phone ما رح يشطل مع هذا الرابط شو القضية بكل بساطة القضية بكل بساطة أني أنا ممكن أبعث له هذا الاسم يكتبه كرسالة نصية يبعث لهذا الرقم بروح بدخله على pull اللي هي أنا شغال عليها حاليا فشوفوا شو الحلوة في الموضوع ممكن valid اللي سمارت فونز وللنن سمارت فونز طيب اللي عن هذا السؤال عندي BMW is from وهي الإجابات حتى أني أنا لازم السؤال كتبته لازم أفعله يعني يكون ظاهر فالد فلازم أجي أعمل activate activate طلعوا عن ABC هون حتى يطلع نسب الإجابات اللي أنا جهازت كل شي بدي أودي للطلاب فتعالوا أنتوا هون على test test بتوريك هاي الشاشة اللي راح يظهر عند الطلاب بعد ما تأخذلوا الرابط هذا أعمل أنا على فرض أخذت copy paste وروحت زاتيته بالزوم أو بالMicrosoft Teams أو بالGoogle Meet وقلت لهم يلا يا شباب فوتوا على هذا الرابط جاوبوا للسؤال الفلاني طبعا هيطلع عندهم على تلفوناتهم زي هيك German Italy China Japan يعني هذا بتوريك سيميوليشن اللي حيظهر على تلفوناتهم فمثلا لو كبس German شو صار عندي هون النسبة شايفين 100% فلاحظوا ممكن هون برضو يقول لك clear last response روديك بس China هاي إجابات ومطبعا بيمين عندي أنا ساعتها تفاوت نسب الإجابات تفاوت نسب الإجابات فبكل بساطة هاي الأداة كبداية مثلا هون أنا بيّن عندي بالضبط بعد ما ودت لهم هذا الرابط كيف بظهر عندهم هذا الموضوع خلينا أوريكم أسئلة تانية أحلى خلينا أوريكم أسئلة تانية أحلى أنا برجع على pull everywhere من هون طيب بيّن عندي هذا الquestion شايفين يا جماعة بيّن عندي هذا الquestion أنا هون موجود عندي إيش موجود عندي deactivate شايفين هو activate فأنا بعمله deactivate عساس ألغي تفعيله لو دخلت مرة ثانية عشان أوريكم شغلة دخلت عليه مرة ثانية وروحت على test شايفين وجوابت خليت هذا الجواب شايفين وفي واحد تاني دخلت جواب إلى آخره أنا دعوت مرة واحدة رجعلي الآن على pull everywhere شايفين جاب لكم فيه one response هون بيبين لكم واحد جاوب فيني أنا ألغي السؤال ومنع الإجابات أقول deactivate خلاص ما حدش بيجاوبه بس خليه مثلا active طيب الآن بروح مرة ثانية create في عندي أسئلة كتيرة word cloud زي open ended question QA open ended question بتكتب السؤال والجواب بيظهر إلى آخره في شغلة حلوة عندي هون بدي أعطيكم طريقة هاي معروفات survey مثلا بتقدر تعمل survey تحط أسئلة إجابات خيارات إلى آخره open ended question competitions كلها أنواع أسئلة عديدة بس أنا بصراحة بركز على شيء معين يعني الـ QA معروف بتكتب سؤال وبجاوبولك عليه مش موضوعنا حابب أوريك clickable image طريقة السؤال بتجنن جدا وعلى فرض مثلا أوريكم كيف السياسة على فرض إجيت أخدت الماب هاي أوكي إجيت أخدت الماب وقلت مثلا مثلا point ها on USA شو قلت لكم عينولي على USA فرضا يعني مثال وجيت أنا حددت إنه على فرض إنه يكون هاي الـ USA لحظوا هاي هاي region 1 USA مثلا خطيتهم إنه USA حددت إنها USA بجيت عملت create جيت عملت create طيب شو لازم نعمل يا جماعة لازم نيجي نعمل activate صح لازم نيجي نعمل activate طيب أك NEW صري الآن activate ودايت الرابط كعادة أو موجود عندهم بدخلوا بيجيك واحد هون على فرض يعني هاي التست حيظهر للطلاب هيك صح حيظهر للطلاب هيك بيجيك طالب بيعرفه وين اميركا على تلفون بروح بك بس هون ايش عطاني هون عطاني واحد صح عطاني واحد طيب على فرض لو في واحد اختار مكان ثاني خلينا عمل clear last response واحد اجعيا هون رحط لإجابته هون بس ما عطاني قيمة واحد قيمة واحد بتنحطل مين للمكان الصح اللي اختاروا للمكان الصح اللي اختاروا طيب هذا قلنا عنه هيك بيطلع للطلاب ها انا بوريكم كديم وكيف بيطلع للطلاب بعد باتبعت لهم الرابط وهكذا ممكن نعمل clear response خلينا عمل clear response ونقول مرة ثاني انه الزلم اختار على تلفونه هاي انها اميركا رح اعطانيها بس ما عطاني واحد لانه مش الصحيح رح على ال poll everywhere مثلا ال poll everywhere لحظوا يا جماعة شو صار عندي صار عندي سؤال اول سؤال ثاني في اجابة واحدة اجابة واحدة الى اخره طبعا في شغلة حلوة لو اظلل انا هون ممكن انا اعمل clear يشطب للاجابات طبعا في هون tools كتير على ال questions unlock, lock, move, edit, delete, clear report تقريع عن السؤال download, ungroup, newgroup حسنا بوريكم شو بعضها معظمها معروف لكن انا ممكن اعمل clear يا جماعة هون واقول له ok فلاحظوا رح يصفر للاجابات صح رح يصفر للاجابات خلاص انا صفرت للاجابات وممكن كمان يكون عندي مثلا يا جماعة مجموعة من الاسئلة واقول مثلا انه هذا السؤال وهذا السؤال هذول بدي اعمل لهم newgroup ها واقول عنهم ان هذول group محاضرة مثلا يومت السندي ها يومت الاحد شعبي مثلا 501 وهي create a group اكون انا ايش يا جماعة مجسم الاسئلة كgroups طبعا على فرض انه عندي 10-15 سؤال بعملهم ضمن groups زي هيك فلاحظوا بس اكبس بنزل عندي اسئلة مثلا اللهم صلى الله سيده محمد group 501 يومت الاحد وهكذا فجميل انك تشغل الطلاب معاك بالclass بتولس فعلا بتضيف نكهة جمالية وبتضيف فاعلية في الclass حتى ما يكونش الوضع والمود يعني زي ما بيحكوها boring زي ما بدي مثلا هي create ممكن مثلا اختار سؤال ثاني ممكن اختار سؤال من هون من هون clickable image يعني انا اعطيتكم تقريبا multiple choice و clickable image في عندك open ended question تكتب اي سؤال تعملي create الى اخره فمثلا هو tell me about your self مثلا وجد قلت له create الان بدي اعمل مثلا اكتيفيت هروح على test زي ما انتو شايفين طلعت الشاشة هاي على تليفون والطالي مثلا يكتب لي على فرض انا وانا 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 الى اخره هاي submit هاي جوابه هون صار على فرض وروحنا مثلا على pull everywhere هنلاقي عندي سؤال هايو السؤال هاذا بدي اعمله مجموعة باكبس هون وهايو في ايجابة واحدة باكبس مثلا new group ونخلي هذا السؤال لclass مثلا monday وطبعا للشعب مثلا 555 create group يعني احنا هيك ممكن نعمل مثلا مجموعة من الاسئلة وكل مجموعة وغروب يتشارك لشعبه معين اللي يتشارك لشعبه معينة طبعا فيك تستخدم الاداة اللي بدك ايها شايفين create فيك تستخدم الاداة اللي بدك ايها كثير في عندك tools او type of questions وتشاركها مع طلابك زي ما تعلمنا انشاء الله يارب الفيديو عجبكم اي كامنت فرح فيو اسفل الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك واذا ما كنتم مشتركين اشتركوا وان شاء الله بلقاكم قريبا في مهارة ومعلومة جديدة تحياتي